اشتركوا في القناة علاقتنا مع الآخرين هي أكتر شي واضح وبيعبر عن علاقتنا مع الله وعلاقتنا مع ذاتنا علاقتنا مع الآخرين هي وقت لأنا بوقف قدام الآخر وبين له حالي مثل ما أنا والآخر بيشوفني وبخبرني مين أنا هو بيعكس لي حقيقتي مشان هيك العلاقة مع الآخرين هي أكتر مجال أنا فيه اكتشف ذاتي فيه لأنه بعرف حالي وبعرف علاقتي مع الله من خلال علاقتي مع الآخرين بس نحكي عن علاقة مع الآخرين شيء يلي بصوم بنعيشه وبيخلينا نعيشها العلاقة بعمقة نسميه صدقة صدقة هي وقت المساعدة الآخر المحتاج بس لما بنحكي عن الاحتياجات الآخر أكيد في الاحتياجات المادية يلي هي أساسية واليوم نحن بواقع وطننا احتياجات المادية كتيرة كل واحد منا محتاج والآخرين محتاجين أكتر وأكتر بس عادة عن الاحتياجات المادية في الإحتياجات الإنسانية يلي هي أن يكون مع الآخر فأنا بكون عم بتصدق على الآخر يعني أول شيء إذا بنا ناخد أساس الكلمة هي الصدق أني بدي يكون صادق معه بوقفتي معه والصدق بينتج عن محبة أنا ما في يكون صادق مع شخص ما بحبه بدي يبلج حب الآخر وبالتالي وقف حده لساعده اليوم نحن كتير محتاجين أنه يفحد بعضنا عم نساعد بعضنا مش بس وقفة مدية وقفة إنسانية الشخص المتألم بدي يقاف حده الشخص الحزين بدي يقاف حده الشخص عنده يأس نفسه بدي يقاف حده وبدي يقاف حده قل له أنا معك مثل ما الله معي أنا بدي يكون حد الآخر وقل له أنا معك هيدا شيء بيخليه يطلع من كئبته ومن يأسه ومن حزنه الكبير نعرف واقع واطننا اليوم قديش بحاجة لأشخاص يكونوا وقفين حد الآخرين صدقة بتعلمنا أنه أنا حس مع الآخر وحس بحاجاته وحس قديش هو بحاجة أنه حدا يقاف حده لأنه أنا بس ضبط علاقتي مع الله وعلاقتي مع ذاتي بكتشف شوية شوية وقداش الله حبني ووقف معي وحدي تخليني أرجع أدخل على ذاتي وضبط علاقتي بذاتي وبحس بنفس الوقت أنه أنا بحاجة أنه وقاف حد الآخر وساعده تحطيلي يضبط علاقته مع الله وعلاقته مع ذاته ويرجع ينطلق بمسيرة جديدة بالصوم مش هناك كتير كتير مهم أنه نحن نعيش مع بعضنا بوقف حد بعضنا الصدقة معناتها أني أنا أكون إلى جانب الآخر مثل ما الله هو إلى جانبي من هون تجي وسية يسوع الوسية هي اللي بتشبه وسية محبة الله أحبب قريبك حبك لنفسك وأنا كل إنسان مننا بحاجة وبحب أنه حدا تاني يكون وقف حده حدا تاني يكون عم بيساعده حدا تاني يكون عم بيقول له ما تخاف أنا معك أكيد الله بلش وهو قالنا ما تخاف أنا معك ما تخاف أنا وقف حدك وأنا كإنسان اكتشفت قديشني محبوب من الله وقديشني حلو حلو أني أوقف حد كل إنسان وقل له قديش الله بيحبه قديشني أنا مستعد تحبه وققف حده الصدقة هي هالجنح إذا بدنا نسميه هيك تاني عدا عن الصوم يلي بيخلي صلاتنا ترتفع إلى الله وتصلى عنده هيدا اللي بيعبر عنها بشكل كتير حلو القديس أغسطينوس وقت اللي بيقول الصلاة عندها جنحين الصوم والصدقة صلاتنا لعند الله ما فيها تصال إذا ما منصوم وما منصلي مسيرة رجع صوم وصلاة وصدقة ثلاثة صاد بيخلونا نكتشف قديش الله بيحبنا قديش نحنا منحبه قديش منحب الآخرين وقديش بيحبونا أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر